بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجو الشريف جعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه لا يزال الكلام سادتي المشاهدين الكرام حول خدمة الإمام عجل الله فرجو الشريف في عصر الغيبة وبينا طرقا عدة لكيفية أن يخدم الإنسان المؤمن أن يخدم إمام زمانه في زمن الغيبة وسنتطرق إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة إلى وسيلة أخرى من وسائل خدمة الإمام سلام الله عليه ألا وهي خدمة شيعته وأنصاره هذا المفهوم تكرر كثيرا في روايات أهل البيت عليه السلام بأن الإنسان المؤمن إذا كان ساعيا في قضاء حوائج المؤمنين وكان خادما لهم وكان قاضيا لحوائجهم كان قاضيا لحوائج الأئمة عليه السلام وكان مدخلا الفرح والسرور على قلوبهم لذلك في زمن الغيبة من إحدى طرق الخدمة أن تخدم الشيعة أن تخدم المؤمنين وخصوصا إذا كانوا هؤلاء المؤمنين كانوا بحاجة من العوز من الفقر من الضعف وأنت تأتي وتخدمهم فأنت في المقابل كأنك قد خدمت إمام زمانك هذا كما قلنا وردت الإشارات إليه كثيرا في روايات أهل البيت عليه السلام وسنذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة لاحظوا هناك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى في حاجة أخيه المؤمن لله عز وجل فيها رضا وله فيها صلاح لاحظوا هنا قيد جعله رسول الله صلى الله عليه وآله على قضاء حاجة المؤمن أولا أن تكون معينا لأخيك المؤمن على قضاء حاجته ولكن بشرطين الشرط الأول أن تكون هذه الحاجة التي أنت تساعده في قضائها وأن تخدمه فيها أن تكون فيها مرضات الله سبحانه وتعالى لا تعن أخاك على معصية لا تعن أخاك على ذنب لا تعن أخاك على ظلم على قطيعة رحم على أذى للناس هذه كلها من الأمور المحرمة عليك لا تقول بأن فلان صديقي فلان من أقاربي فلان أخي فلان ابن عمي لا في منظار الشرع في منظار رسول الله صلى الله عليه وآله نعم قضاء حاجة المؤمن شيء عظيم جدا ولكن أي حاجة هل كل حاجة يأتيك بها أخوك المؤمن ويطلب منك أن تقضيها له وأن تساعده فيه أنت مباشرة تذهب وتساعده فيه لا يجب عليك أن تنظر هل هذه الحاجة التي طلب فيها المساعدة فيها رضا الله سبحانه وتعالى أو لا القيد الثاني الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون في هذه الحاجة صلاح لأخيك المؤمن لا تعنه على مضرته بعض الأحيان الإنسان يكون غافل يريد أن تقضى له هذه الحاجة يلح في طلبها ولكن قد تخفى عنه نتائج هذه الأمور فأنت نبهه أن تأرشده فإذن هذين القيدين مع وجودهما أولا أن تكون فيها رضا الله سبحانه وتعالى والثاني أن تكون فيها مصلحته هذا الثواب الذي سيذكره رسول الله يقول فكأنما خدم الله عز وجل ألف سنة لم يقع في معصيته طرفة عين الذي يخدم أخاه المؤمن كأنما خدم الله سبحانه وتعالى كم يوم واحد؟ لا كأنما خدمه ألف سنة وهذه الألف سنة لم يعص الله فيها طرفة عين الإنسان مهما أراد أن يعيش في هذه الحياة ونحن في هذا الزمن وفي هذا العصر هل يستطيع منا أحد أن يبلغ الألف سنة؟ هذا شيء قد يكون من الأمور المستحيلة وأن لم يكن مستحيل عقلا ولكن لم يقع على أرض الواقع بأمر واحد أنت تستطيع أن تخدم الله سبحانه وتعالى ألف سنة وهو أن تقضي حاجة أخيك المؤمن كذلك ورد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سرورا أنه أدخله عليه فقط لا تعتقد بأنك إذا أدخلت السرور على قلب أخيك المؤمن على قلب صديقك على قلب أقاربك لا تعتقد بأن هذا السرور فقط دخل على قلب هذا الإنسان الذي أدخلت السرور عليه يعني بشخصه وحده فقط بل والله علينا هذا السرور صحيح أنت أدخلته على شخص واحد ولكن الإمام الصادق عليه السلام يقسم يقول بل والله علينا أدخل هذا السرور هذه إشارة على مدى الارتباط الروحي بين الشيعي وبين أئمته بل والله على رسول الله صلى الله عليه وآله فأنت بأمر واحد تدخل السرور على قلب أهل البيت عليه السلام ففي زمن الغيبة أيضاً هكذا الأمر ساري وباقي بأنك إذا أردت أن تخدم إمام زمانك كيف تخدمه؟ تخدمه عن طريق خدمتك لإخوانك المؤمنين كيف تفرح إمام زمانك في زمن الغيبة؟ تفرحه عن طريق إدخال الفرح والسرور على قلوب المؤمنين كذلك وردت رواية أخرى عن علي بن عثمان الرازي قال سمعت أبا الحسن الأول الكاظم سلام الله عليه يقول من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح إخوانه يُكتب له ثواب زيارتنا الذي تصبح زيارتنا بعيدة عليه صعبة عليه فيها مشقة فيها مانع من الإتيان إلى زيارتنا فليزر صالحي المؤمنين اذهب وفتش بين أصدقائك بين أرحامك بين المؤمنين من هو الإنسان الصالح فيهم اذهب إلى زيارته يُكتب لك زيارة أحد الأئمة عليه السلام ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالح إخوانه يُكتب له ثواب صلتنا نفس الأمر في زمن الغيبة افعل هذه الأمور زر صالح المؤمنين أوصل عطاياك كن وصولا بإخوانك الصالحين الصالحية المؤمنين يُكتب لك ثواب أنك وصلت إمام زمانك هذه كلها من الأمور التي بينها أهل البيت عليه السلام للمؤمن في زمن الغيبة كذلك هناك رواية أخرى وردت عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أيضا يبينها لعلي بن يقطين سلام الله عليه ويشير إليه إلى عظمة خدمة الإنسان المؤمن كيف أن هذه المسألة وهذا الأمر أمر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى ويدخل السرور والفرح على قلوب أهل البيت عليه السلام هذه الرواية وردت في سيرة علي بن يقطين أنه استأذن في يوم من الأيام على الإمام الكاظم سلام الله عليه وأشار إليه في ترك عمل السلطان لأن علي بن يقطين كان يعمل كوزير في حكومة هارون لعنة الله عليه فكان في حكومة هارون فجاء إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه وبين له يا ابن رسول الله أريد أن أترك هذا العمل عند هذا السلطان الجائر الظالم المبغض لكم أهل البيت لا أريد أن أستمر في العمل معه في حكومته الإمام الكاظم عليه السلام لم يأذن له وأشار إليه بنصيحة وبين له سبب إبقائه في حكومة هارون علي بن يقطين كان من أصحاب الإمام الكاظم ولكن مع ذلك الإمام طلب منه أن يبقى في حكومة هارون قال له لا تفعل فإن لنا بك أنسا نحن عندما نجد بأنك موجود في هذا المكان لنا بك أنس نستأنس بوجودك ولإخوانك بك عزا أيضا إخوانك المؤمنون الشيعة عندما يجدون بأن أحد أصحابهم يعمل كوزير في هذه الحكومة وإن كانت ظالمة ولكن يكون لهم عزا يستعزون بهذا الأمر بأن فلان هو من شيعة أهل البيت ولكنه تقلد هذا المنصب المهم في هذه الحكومة وعسى أن يجبر الله بك كسرا عسى أن وجودك في هذا المكان يجبر كسر الشيعة الحاكم الظالم يؤذيهم ينتقم منهم من جهة وأنت تأتي وتحاول أن تجبر هذا الكسر ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه باعتبار أن مذهبك هو مذهب أهل البيت فبالتالي أنت تعمل لأهل البيت على المسلامة ولكن بشكل خفي فعسى أن الله سبحانه وتعالى يكسر بك هذه الحدة أو هذه القوة التي موجودة عند الظالمين ثم قال له يا علي كفارة أعمالكم على اعتبار أنت تعمل عند السلطان الجائر فما هي كفارة أعمالك قال له يا علي كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاثا اضمن لي أن لا تلقى أحدا من أوليائنا إلا قضيت حاجته وأكرمته اضمن لي يا علي بن يقطين أعطني وعدا عهدا على أن لا يأتيك أحد من إخوانك المؤمنين الشيعة إلا قضيت حوائجه لم ترده خالي اليدين لم ترده خائبا لا كل شخص يأتيك وأنت باعتبارك وزير فالصلاحيات متاحة عندك اضمن لي أنه لا يأتيك شخص إلا وقضيت حوائجه وأنا في المقابل أضمن لك ثلاثة أمور قال له وأضمن لك أن لا يضلك سقف سجن أبدا لا تسجن أبدا ولا ينالك حد سيف أبدا لا تقتل ولا يدخل الفقر بيتك أبدا هذه أمور ثلاثة وعد الإمام الكاظم عليه السلام علي بن يقطين على أن ينالها ولكن بشرط أن يكون قاضيا لحوائج إخوانه المؤمنين ثم قال له يا علي من سر مؤمنا فبالله بدأ وبالنبي صلى الله عليه وآله ثنى وبنا ثلث هذه الحاجة التي تقضيها أنت الإخوانك المؤمنين هكذا أولا أنت تدخل السرورة والفرح على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكون مسرورا فرحا بهذا العمل وثانيا رسول الله صلى الله عليه وآله سيفرح وثالثا نحن أهل البيت سنفرح أيضا فهذا الأمر أيضا في زمن الغيبة هو ساري هذه قاعدة عامة أعطاها الإمام الكاظم عليه السلام ليست مختصة فقط في زمن علي بن يقطين لا كل أزمنة كل العصور هذه قاعدة جارية سارية بأن الإنسان إذا قضى حوائج أخوان المؤمنين هذه وعود ثلاثة ينالها في هذه الدنيا كذلك ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أيضا يقول من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه هذه رحمة سبب طبيعي لرحمة الله سبحانه وتعالى لك الله سبحانه وتعالى كيف يرحمك إذا وجدك أنت تقضي حوائج أخوانك المؤمنين فإن قبل ذلك يعني قبل أن يقضي حاجته فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله أنت عندما تقضي هذه الحاجة كأنما رعيت حرمة ولاية أهل البيت وصلته بهذه الولاية وهذه الولاية موصولة بولاية الله تعالى وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها إما عجزا إما تكبرا إما استقلالا لا يريد لا يحب أن يقضي حاجته الدواعي كثيرة وهو يقدر على قضائها يقول صلت الله عليه شجاعا من نار الشجاع في اللغة يأتي بمعنى التنين الضخم أو الأفعى الضخمة تسمى بالشجاع ينهجه في قبره إلى يوم القيامة مخفورا له أو معذبا فإن عذره الطالب كان أسوأ حالا في بعض الأحيان هذا الإنسان عندما ترفض أن تقضي حاجته وتعتذر له بأي عذر كان وهذا المقابل يقبل هذا العذر يصدقك على هذا العذر على هذا المانع الإمام الكاذب عليه السلام يقول إذا صدقك وأنت كنت كاذبا كان حالك أسوأ في القبر لأنك جمعت بين أمرين جمعت بين حرمانه من قضاء حاجته والأمر الآخر جمعت بين الكذب عليه والغدر به فهذه جملة من الأمور التي بيّنها أهل البيت عليهم السلام لأهمية قضاء حوائج المؤمنين ونحن في عصر الغيبة هذه الأمور أيضا باقية وسهارية فإنك إذا أردت أن تخدم إمام زمانك في زمن الغيبة فكن خادما لإخوانك المؤمنين حتى تحظى برضى الإمام سلام الله عليه جعلنا الله وإياكم من أنصار الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرج وشريف في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة